ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وذلك بحضور وزيرة الترمية المحلية من العوض ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء مسؤولية المحافظين بصورة كاملة في استداء حقوق الدولة في الوحدات المنفذة لساكني المناطق غير الآمنة لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بتنسيق مع وزارة المالية للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم وأنهم هم المستفيدون بها ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم